سعيد جداً أنني حضرت هذا اللقاء الوطني للمحامات وسعادتي لا توصف بما سمعته من تدخلات سدى رئيس جمعية هيئة المحامين والسيد نقيب هيئة المحامين بالرباط والسدى النقباء الآخرين وفي مقدمتي بالآخر سيد نقيب شاطر الذي كان رئيس الاتحاد المحامين الدولي في هذا اللقاء اليوم عبر سدى النقباء والمتدخلون على أن مهنة المحامات بقدسيتها وبمجدها وبتاريخها ليس فقط في المغرب ولكن عبر العالم كله لا يمكن أبداً عندما يتعلق الأمر بحق الشعب في الحرية وفي التقاضي النزيه وفي المساطر التي تدمان العدالة فإنهم يخرجون كالعادة من أجل أن يدافعوا عن حقوق شعبهم هذا ليس غريباً عن المحامن المغاربة المحامن المغاربة كانوا دائماً في صف أن يكون المغرب مغرب العدالة عدالة الإنسان ومغرب أن يكون فيه خضاء مستقل ونزيه وأن تكون للمحامات أدوارها التي هي سائدة في كل أنحاء العالم وبالتالي فإنني من هذا الموقع أتوجه لمن يهمه الأمر إذا تتبعوا هذه المداخلات إذا تتبعوا هذه المناقشات التي جرت اليوم إذا تتبعوا هذا الحماس الذي عبر به الشباب الذي انخرط في المحامات انخراطاً وعياً والذي سيتحمل المشعال بعد ذلك عليهم أن يفتحوا قلوبهم وأعينهم وكل حواسهم من أجل التقاط كل ما مر داخل هذه القاعة اليوم مهنة المحامات أو المحامون بالمغرب لهم تاريخ مجيد قبل أن تكون هيئتهم وبعد أن كانت هيئتهم المحامون في المغرب هم رجال الفكر ولكنهم رجال النضال ورجال الجهاد ورجال المقاومة لم يكن في المغرب من يستطيع أن يدافع أمام المحكمة العسكرية أو أمام المحاكم الأخرى التي كانت تعقد لأسباب لأسباب مقاومة أو لأسباب وطنية بحتى إنهم أولئك الأفداد المحامين الماهيدون الأولون في حجم المرحوم عبد الكريم بن جلول الأول رئيس لهذه الجمعية وفي حجم المرحوم الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد الذي دافع عن الحنصالي وما أدرك ما حوادت الأنصالي في تاريخ تحرير المغرب وكذلك الأخ محمد بستا الذي كان يدافع عن شيوخ الوطنية الماهيد الكبار الذين كانوا إداك في عز شبابهم وسيقوا إلى المحاكم أمتال هؤلاء المحامين الذين لم أذكرهم في ذلك التاريخ كانوا حاضرين لكل المعارك التي كانت عندما جاء الاستقلال من وجد المغرب من يأخذ بيده ليكون دولة الحقي القانون إلا المحامون أتذكر بأنه كان في وزارة المالية في حكومة الأولى محامي اسمه السيد بن جلول رحمه وفي العدل كان عبد الكريم بن جلول أحد الأساتذة الكبار الذي أستاء لنقول ما يعرفه اليوم بوزارة العدل وغيرهم من الذين امتهنوا سياسة مهنة نهائية مثل محمد بستاع عندما كان مساعداً كبير للحاج حمد بلافطيش وغيرهم وغيرهم من المحامين بعد ذلك المرحوم المعطيب عبيد رئيس هذه الجمعية كذلك الذي أصبح رئيساً للحكومة هؤلاء بهذا التاريخ يجب أن يفخر المغرب وأن يفخر الإنسان الذي ينتمي إلى المحامات أكثر من هذا بعد الاستقلال وعندما أطلق صاحب الجلال المغفور نداءه التاريخي من أجل المسيرة الخضراء الجمعية الوحيدة في المغرب التي استطاعت أن تقنع اتحاد المحامين العرب وما أدراك ما المحامين العرب في ذلك الزمان بأن قضية المغرب هي قضية وحدة وأنها لا يمكن أبداً أن يكون الاتحاد المحامين العرب إلا في صف الوحدة التي هي أساس الاتحاد قبل كل شيء فكان الاتحاد أول منظم دوليا تعترف بأنه نحن في صحرائنا هذا شيء أساسي من الذي أوصل الاتحاد إلى هذا هو دفاع المحامين المغاربة عن وحدتهم الترابية هذا يعني فيض من غيض يمكن أن أتكلم بالساعات عما فعله المحامون واحدة الدلالة الرمزية لحسن الثاني رحمه الله كان يعرف مدى ما قدمه اتحاد المحامين العرب فلا دعا قد اتحاد المحامين العرب اجتماعات متعددة على غير ما يقع بالنسبة لكفة الدول هنا في المغرب وكذلك استطاع النقيب محامين ضرب ضئي داك أن يصبح رئيساً لهذا الاتحاد فإذن منظمة دولية ساهمت بكل ما لها من إشعاع عبر العالم في أن يكون لها موقفاً يحتدى هذا يكفي للمحامين لو أردت التعداد لما وصلت إلى لا يحتاج الأمر إلى وقت طويل وليس هذا هو الموضوع اليوم الموضوع اليوم هو أنه ما في داخل هذه القاعة لا يطالبون بشيء لأنفسهم يريدون أن يكونوا في الدولة التي هي مثل الدول التي تعطي للمحامات ليس فقط حرمتها ولكن أيضاً قدسيتها في المحامات هي جزء من القضاء فلا يمكن أن ننشد أن يكون قضاء مستقل وحر إلا إذا كان دفاع قوي هذا أساسي واليوم لا يتكلمون عن مصالحهم داتية أو يتكلمون عن قانون يتعلق بمئنتهم إنهم يتكلمون فقط عن ما يراد بمئنة المحامات وهذا شيء مرفوض خلاقي وتقافي وسياسي واحتراف بالجميل لا يمكن أبداً أن يكون الأمر هكذا وبالتالي أنا أناشد من بيده الأمر أن لا يعتبر بأن هذه زبعة في فنجان إن المحامين قالوا كل كلمتهم اليوم بصدق وعدل سواء المتحدثين أو الذين كانوا داخل لقاها في حماس كبير ما هي أهمية هذه المصطرة المدنية حتى تأتي إلى البرامان على هذا الشكل أنا لا أعرف ولكنني واتق بأن البلاد منظمة تنظيم جيداً في مدى القانون قد تكون مثلاً الأمن العام الحكومة لا تتوفر على أطور كبيرة وكبيرة جداً ولكن ما فيها هما أطور كفاءة مقتديرة على رأسها رجل أعرف كفاءته ومع ذلك تسمح بمثل هذه القانون الأنياتية للبرامان قانون المصطرة المدنية نحن نقلد فرنسا في كل شيء فرنسا القانون المدني ديالها الآن مرت عليك تغير من 200 عام لم يأتي وزير في تاريخ فرنسا ليغير كل القانون المدنية القانون المصطرة المدنية القانون المصطرة المدنية هو بمتابة ركيزة ترتكز عليها الدول في اجتهادتها القضائية أمس واليوم وغداً عندما استقل المغرب ونترك هذه المرحلة فقد كان القضاء لا يزال في تبيان بنيانه ولكن منذ سنة 1963 سبعة خمسة وستين أو قبلها بقليل عندما صدر قانون من مرلمان ذلك الزمان وهو على ما هو عليه الذي فرضه المغربة والتعريب والتحيد تحيد القضاء أخذوا قانون المصطرة على سبيل المدنية قال مصطرة المدنية الذي كان قد صدر في سنة 1916 وفي هذه فرنسا ومع ذلك أخذه المغربة وترجموه وأصبح يطبق أمام المحاكم الموحدة ولم يغير منه شيء إلا بعد ذلك ولكن التغيير لم يشمل أبدا كل فصول قانون المصطرة المدنية لأن هذا يضر بالقضاء ومستقبل القضاء لأوضح أكثر الآن عندنا تراكمات منذ 1913 إلى الآن في المجلس الأعلى في المجلس الأعلى الذي أحدثه المغرب بعد الاستقلال الاستقلال المغرب المجلس الأعلى للقضاء وكذلك في كل المحاكم تصدر أحكام فيها حكم دائما يحتفظ به لم ينت هذا يرتاب وعندما يناقش المحامي أي قضية ترفع إلى المجلس الأعلى مثلا فإن الذي يحتج بكثير من الاجتهادة القضائية معناه هو الذي في النهاية تنتبه له إلى المحكمة إذا كان معه الحق فإنها تلغي الحكم إذن عندما نغير قانون المسطرة المدنية وتقدم اجتهاد في مذكرتك الجواب هذا اجتهاد كان في ضئي قانون المسطرة المدنية القديم وهذا ما يجب أن ننتبه له لأنه لا يمس المحامات ولكنه يزعزع التقة في القضاء وهذا شيء خطير لأنه يزعزع المبادئ التي يرتكز عليها تأسيس قوانين المسطرة المدنية قوانين المسطرة المدنية في فرنسا قد تجد فصلا من بني فصوله غير عشرين أو ثلاثين مرة أو أكتر ولكن الفصلا نفسه وتقولوا يعني التغيير رقم 18 تغيير رقم عشرين وهو الذي يطبق أما أننا نخلق مثل هذا الجو ما أغنىنا عنه ما أغنىنا عنه أن أن هيئة في حجم هيئة المحامين تتضطر إلى أن تقوم بهذا التعبئة اليوم التي هي تعبئة يستحقها الشعب المغربي وكذلك يشكرون عليها أعتبر بأن الرجوع إلى الحق فضيلة وأقول للذين يسيرون وزارة العدل الذي يلي ويحكم لا يعاند هذه هي سنة العمل في العمل السياسي المجدي ترجمة نانسي قنقر